يقول مراسل غربي إن اللاجئ الأوكراني أبيض مثلنا ويقول آخر إن اللاجئين الأوكرانيون ليسوا من العرب أو المسلمين كيف يشرد هؤلاء؟ يعبر عن تأثره بذلك هذه الجمل وغيرها الكثير قالها صحفيون في قنوات أجنبية مشهورة مثل البي بي سي والسي بي سي والآي تي بي وغيرها الكثير فيستغرب أحدهم ويقول ليست هذه عنصرية واحتقار للإنسانية أن يقتصر التعاطف على جينات معينة فيجيب الغرب لا ليست كذلك هذا فقط تعاطف انتقائي حتى أننا غير آسفين لما قلنا ودليل ذلك أنه لم يتخذ بحق من قال هذه التصريحات أي إجراءات وظيفية كإنذارهم أو فصلهم لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الموضوع من زاوية مختلفة بداية الرد على كل من يستغرب العنصرية الانتقائية للغرب آية واعدة في القرآن الكريم هي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم انتهى الكلام في تفسير الطبر لهذه الآية جاء أن الله عز وجل يخاطب نبيه الكريم يقول أن اليهود ولا النصارى سترضى عنك فدعي محمد طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضى الله عز وجل فقط تخيل أنهم لم يرضوا عن نبيك الكريم هل سيرضون عنك أنت؟ فلا يجب أن تستغرب من عنصرية الغرب تجاهك لبساطة لأنك رخيص في نظرهم سامحني المشكلة أساسا ليست في عنصريتهم تجاهك ومأساسا عنصريين فيما بينهم العنصرية ضد السودة العنصرية ضد العرق الآسيوي الأتميز ضد المرأة إلى آخره المشكلة هي أنك مستغرب من الأمر لأنك بشكل أو بآخر تعتقد أن الغرب أفضل منه وبالتالي أي تصرف سيتصرفه الغرب هو الصحيح باعتقادك وهذا ما يؤكده التقليد الأعمى لهم الموجود الآن في مجتمعاتنا يعني تخيل شخص لا يحبك وأنت تستمر في تقليده والتقرب إليه وهو يستمر في صدك بل ويدعو الناس إلى كرهك أيضا مثل مصطلح الإسلاموفوبيا الذي أطلقه الغرب هذا حالنا لا أنزى ذلك الموقف من أحد الإبروفات الذين درسوني مرة عندما بدأ يتحدث عن مدى إعجابه بأحد الأطباء الأجانب وأنه عندما زارهم في دولتهم قدروه واحترموه وهذا أمر جميل بغض النظر من أي دولة كان ثم بعد ذلك بدأ هذا الإبروف يذم دولته ونظامه التعليمي وأطباءها وأن الغرب أفضل منهم ومن هذه الجمل المحبطة لطلابه ثم نظر إلي وقال من أين أنت؟ قلت من فلسطين قال أنا مرة زرت القدس ونصبت عليه باعني أحد الباع المتجولين في ساحات القدس مسبحة بعشرين دولار هذا حالنا نحن المسلمين نصابين ومتخلفين علمي واعتقد بذلك أنه ملك الحجة وأقنعنا يعني ماذا أجيبه؟ بالفعل نحن بأمثاله متخلفين ونصابين بمثل أفكاره يعني أكيد مكان سياحي سيكون به كل شيء غالي ألم تذهب لمكان سياحي في حياة القط؟ بس الله يسامح البائع اللي نصب عليه كان المفروض بيعيها 100 دولار على هذه الأفكار التي لدي فمن مثل هذه الأفكار أن الغرب أفضل منه يتولد الشعور بالنقص ويبدأ التقليد الأعمى لهم وهذا ما يحصل اليوم وما نلاحظه على أقل مستوى في مواقع التواصل الاجتماعي من المؤثرين لدينا فكل الترندان مثلا الآن على مستوى تطبيق مثلا تيك توك هي من تقليد للغرب سواء في الرقصات في اللبس على حيال الأخلاق التصرفات وغيرها الكثير هم يا عزيزي مش طائئينك لن يرضو عنك مهما فعلت وتشبهت بهم وأقرب دليل العنصرية الانتقائية التي تشاهدها اليوم ضدك أنت رخيص في نظرهم وعندما تقلدهم تصبح رخيص أيضا في نظرنا نحن أبناء جلدتك يعني ذلك اليوم الله استغرابت جدا طفلة في الخامس عشر من عمرها تلبس القصير وترقص على أغنية بجوار أبيها وهو يبتسم معاني كلمات الأغنية صادمة وغير أخلاقية وهو يبتسم هنا تعرف التافية صراحة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الضب هذا الحيوان وهذا جحره يعني بالكاد يكفي ضيق جدا يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تقلدهم لدرجة أنهم لو دخلوا من جحر هذا الضب للاحقتهم من شدة تقليدك لهم تخيل يقول ابن خلدون إن المغلوب دائما مولع بالاقتداء بالغالب وهذا بسبب الشعور بالنقص مع الأسف أيضا غابة القدوة لدينا القدوة باقتصار تسهل طريقك إلى النجاح أنك تقتدي به في كل المشاكل والصعوبات التي تواجهك في حياتك وهو المفروض شخص ناجح هذه القدوة لو سألت أي شخص وأنا منكم الآن عن قدوته اليوم سيقول لا شعوريا قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لو سألته عن الرسول وصفاته وأخلاقه وتعاملاته لن يعرف الكثير ولكنه يعرف الكثير عن لاعب كرة قدم مشهور أو مثل كوري أو غيره صحيح فباختصار قدوتك الحقيقية من تعرف عنها أكثر وبالتالي تقلدها في كل نواحي حياتها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم وهو منهم فصدقا غابة القدوة عندما تجد المجتمع أصبح راقي جدا في تعاملاته وأخلاقه يعلم حينها أن قدوتهم أصبحت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد داعي وقتها أن تسألهم من قدوتكم استطلاع رائع على عشر ألاف مسلم في أوروبا جاء فيه أن 92% من المسلمين هناك عانوا من التمييز العنصري بأشكاله المختلفة 53% منهم واجهوا مشاكل في العثور على منازل بسبب أسمائهم 94% من النساء المحجبات تعرضن لمضايقات بين الجسدية واللفظية هناك باختصار لأنهم لن يرضوا عنك ولأنك لم تسمع إلى قول ربك الكريم بأن تتوقف عن رضائهم والاقتداء بهم والتقليد الأعمى لهم وتتوقف عن النهزام الفكري بأنهم أفضل منك وهذا سبب أنهم لا يتعطفون معك ولا مع دمك المهدور باختصار يا أخي الحبيب أخت الفاطلة أن الاطلاع على الثقافات في العالم أمرا ليس مرفوضا ولكن التقليد الأعمى لهم هو المرفوض من اسمه أعمى بلا منهجية واضحة ينتج عنه شخصيات معدومة الثقة فارغة العقول كان أحد الصالحين يقول اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر لكثرة الهالكين نحن تكلمنا عن أخلاق الغرب في سلسلة مطولة أتركها لك في الوصف إذا أحببت اطل عليها لتعرف أكثر من تقلدهم في النهاية شاركني براي في مكان التعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تنسى العجاب به ودمتم في أمان الله